المغاربة عندنا يديروا الطالب للوجوء ويبغوا البرميس الوزرون في إيطاليا يأخذوا هذا كروسي ويمشوا ويتخزنه لا يديروا عمل تطوعي لا يقرأوا لغة لا يقلبوا على خدمة لا يدامجوا موالو ويتسننوا لكوميسيوني أو للجنة تقولوا لي مهاكو رغم الحقكم طالب للوجوء هاكو هاللوجوء هاكو هالبرميس الحماية الخاصة والذي الحماية الدولية ما عندكش الوراق ويبغي تدير لوجوء الحماية في إيطاليا بغي وراقك صير تخدم صير تقرأ صير دير عمل تطوعي هذا ميساج لمغاربة والعرب اللي بلا وراقه بغين يديروا الحماية الخاصة وللوجوء وليداروا طالبات دياللوجوء وكيتسنوا أنهم يتيروا برميسوا ديالحماية ولدياللوجوء غادي نمشي للكوموني أقرب كوموني أقرب بلدية ونطلب منهم أنني بغين دير عمل تطوعي توصل عندهم قوليهم وفاري فولونطارياتو تا ما تشرح ليهم تاركي اللاجي باقي ما تكتعرفش اللغة بزياب ذاك شاش قلت لك صير تقرأ صير تخدم يكون عندك بروفي وعامل تطوعي أحسن حاجة لبغي اللوجوء ديالك ولورايقات ديالك هنا في طاليا خاصك تكون مندمج كينا واحد تغرأ أخي المغربي أخي العربي هنا في إيطاليا لبغيت تتقبل لك اللوجوء مية في المية أي نوع من اللوجوء أي نوع من الحماية وهو العمل التطوعي كيف مما غادي نشوفوا دابا من المصدر في فيلا فرانكا داسي أسي كينا في البيمونتي ما بين أليساندريا وطورينو عمدة بلدية فيلا فرانكا داسي وافقات على مشروع تطوعي لثمانية وعشرين مهاجر طالي باللوجوء ثمانية وعشرين مهاجر في مراكز إيواء في تشانترو أكوليانسا هذا المشروع هذا لهو مشروع تطوعي باتفاق أيام طبيع الحال ما بين البلدية وجمعيات هذا المهاجر يقوموا بالعمل التطوعي وهو مطالب اللوجوء حماية ولوجوء بأنواعه غادي اتقبل لهم إن شاء الله اللوجوء لأن العمل التطوعي كيف مما جمكتوك سيعزز جانب التكامل والاندماج وغادي نقرأ لكم أشنو المشروع هذه البلدية هذي والتغرأ لكينا باش يتقبل لك اللوجوء مياه في المياه هنا في إيطاليا أخي المغربي والتونس والجزيري والمصري ماشي غير تمشي تدير طالب اللوجوء وتأخذ الروسي وتقدس أنهم يعيطوا لك واللجنة تقرر المصير ديالك ممكن أنه يترفض لك مية في المية لأن هذه الدول هذي آمنة وكينا في الليسة الدول اللي هي آمنة ومستقرها ما عندهم حق أنهم يأخذوا اللوجوء خذ الروسي ديالك وصير تخدم صير تقرأ صير دير عمل تطوعي وسمعني نقول لك كيف جمكتوب بش تأكد بأن العمل التطوعي كيسهل الاندماج وكذلك تأخذ الأوراق ديال إيقامة ديال الحماية الخاصة ولا أي نوع من الحماية ولا حتى الحماية الدولية اللي هي ماشي من حقنا كمغاربة ولا توانسة ولا تزير ولا مصريين اللوجوء والاندماج من خلال العمل التطوعي في فيلا فرانكا داسي وافقت البلدية على مشروع تطوعي للمهاجرين في مركز الاستقبال ستسمح الاتفاقية المبرمة بين البلدية والتعاونية الاجتماعية لـ 28 مهاجر يطلبون اللوجوء بالمشاركة في مبادرات اجتماعية وأوضحت عمدة المدينة أن العمل التطوعي الذي سيقومون به سيساعدهم على التعرف على المنطقة وعلى تكوين علاقة أوتق مع السكان سيتم توظيف طالبي اللوجوء في صيانة المناطق الخضراء سيخدمهم بصيانة المناطق الخضراء وغيرها من الأماكن العامة سيتم تنسيق هذه الأعمال من قبل البلدية ويمكن تنفيذها إما بشكل فرضي أو في مجموعات ممكن بتبوحدك أو في مجموعة سيكون المشروع فرصة لطالبي اللوجوء لأن ميطاق العمل التطوعي سيعزز جانب التكامل والإندماج أخي المغرب المصري الجزائري التونسي بغاية اللوجوء يتقبل وتأخذ برماية السجور للحماية وهو خاصة تدير واحد العمل اللي هو تطوعي وتندمج هنا في إيطاليا لا يستطيع العمل التطوعي لا يستطيع العمل التطوعي لا يستطيع العمل التطوعي يمشي يدفع طالب اللوجوء أو الحماية ويأخذ الروسي ويبقى تسنة في القرار للجنة ماذا؟ بالرفض أو بالقبول أكيد الرفض وسيقوم بتطعم سيكون عمل تطوعي لكي يعرفك أنك مندامج ويعطيوك رخصة الإقامة ديالك